الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى برنامج ندوة الأسبوع والذي يشرح فيه شيخنا عبد الله المصلي حفظه الله تعالى أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة وسيكون الحديث في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى حول الإيمان بالأنبياء والرسل على وجه التفصيل عليهم الصلاة والسلام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا عبد الله المصلي حبيضكم الله شيخنا حبيضكم الله السؤال الأول الذي أود أن أطرهه عليكم الإيمان المفصل والمجمل بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين العمة والخاصة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالإيمان برسل الله عز وجل هو من أعظم أركان الإيمان هو ركن ركين لا يصح إيمان الإنسان إلا به وهو من أعظم هذه الأركان تأثيرا في قلب العبد ومن الأركان التي يحتاج العبد أن يتفاعل معها والفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل الإيمان المجمل الذي يجب على عامة المسلمين العوام والخواص على كل المسلمين أن لا يفرطوا ولا ينقصوه أن يؤمنوا به هو التصديق الجازم بجميع أنبياء الله ورسله بأعيان من عالموا وبكل من أرسل الله عز وجل ممن أخبر الله عز وجل عنهم ما لم نعلمهم لأن الله تعالى يقول وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ منهم من خصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وبالتالي فهم لا نحصيهم ولكن نعلم منهم بعضهم وبالتالي فالمجمل من الإيمان أن تؤمن بمن تعين عندك العلم به وأن تؤمن بكل الرسل أن تؤمن بصدقهم أن تؤمن بأماناتهم أن تؤمن بما تميزوا به جميعا من الصدق والأمانة والعفاف ورجاحة العقل لأن هؤلاء الأنبياء سوف يبلغون الناس عن الله الدين وسوف يقيمون الحجة على الناس فلا بد من رجاحة عقلهم أن هذه الأمور العفة أن لا يكون فيهم ما يقدح في شخصية النبي الذي اختاره الله عز وجل فهذا الإيمان واجب على كل أحد أن يؤمنوا بصدقهم أنهم صادقون في أنفسهم وأنهم مصدقون من قبل ربهم وأن الله عز وجل أيدهم بما على مثله آمن البشر شيخنا حبيضكم الله ما هي أما المفصل من الإيمان فذلك أن الإيمان يلزم كل إنسان بحسب ما وصله من التفصيل العلماء مثلا إيمانهم بالرسل مختلف وربما يكون العالم عنده من العلم عن بعض الرسل من الأمور التي استيقنها وعرفها من خلال الأدلة القاطعة فيكفر بإنكارها وربما لا يؤثر ذلك في إيمان كثير من عامة الناس أنه لم يبلغ ذلك وليس من الإيمان بحسب ما بلغهم شيخنا حبيضكم الله ما هي الوظيفة الأساسية التي من أجلها خلق الله الرسل وأرسلهم وبأي شيء كانوا يبتدئون الناس نعم أما الوظيفة الأساسية التي أرسل الله عز وجل بها الرسل فهي أنهم بربهم معرفون أنهم يعرفون الناس بالله ويعرفون الناس بحقوق الله يعرفون الناس بأوامره ونواهه فهم لمن أطاعه مبشرون بالجنة وبالرضوان وبالرضا وبالتوفيق ولمن عصاهم منذرون بالنار وبغضب الجبار وبالخذلان وعدم التوفيق فمن أطاع الله عز وجل كان مطيعا لهم وكان على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى كانوا له مبشرين ومن خالف ذلك فإنه هو عذو لهم وهم يعني يبينون له يبينون لمن عصى أو لمن يريد أن يعصي ليبين للناس أن المطيع له الخير وأن العصي المهم أنهم أما أول وظائف الرسل وأول ما يبتدئون به الناس فهو بلا شك التوحيد يعلمون الناس التوحيد يأمرون الناس بعبادة الله عز وجل وحده لا شرك له وأن لا يشركوا بشيء لأن الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهذه أول درجات عمل الرسل فأول شيء يبتدئ حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أول ما يبتدئ به الداعي إلى الله كذلك التوحيد نعم لأنه كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن فقال له ليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله نعم فإنهم عرفوا ربهم ثم بقية الحديث أشاهد من كلام أن هذا لابد من أن يكون أول الدعوة التي يبتدئ بها الرسل والأنبياء والدعاة من بعدهم الذين هم أتبعوا لهم شيخنا ما الفرق بين النبي والرسول يعني كثل الكلام في التفرق بينهم ما هو الذي يترجح عندكم في هذا الباب نعم نعم هو كثر الكلام في التفريق ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول من هم من قال الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ومن هم من قال كيف يكون ذلك والكل مأمور بالتبليغ حتى عامة أمم الأنبياء وأفراد أتباع الأنبياء مأمور بالتبليغ فكيف لا يكون النبي مأمورا بالتبليغ فقالوا بل الرسول هو من أوحي إليه بشريعة ناسخة لشريعة من قبلها ويكون الأنبياء حينئذ أتباعا لهذا الرسول في أمته وأما الأنبياء فإنهم يوحى إليهم ولكن بشريعة الذين قبلهم فهم أتباع لهم وربما يكون عندهم بعض ما يخصهم من الشريعة الراجح حقيقة أنه هناك تفصيل في التعريف الأول فقط يعني التعريف الأول أرجح لكن يحتاج إلى شيء من التفصيل وهو أن الرسول هو الذي بعث إلى قوم مخالفين بتبليغ قوم مخالفين ويشترك مع النبي بأنه موحى إليه ويشترك مع النبي أن معه الشريعة لكن الرسول إنما يرسل إلى قوم مخالفين إلى قوم جبارين إلى كذا كإرسال إبراهيم عليه السلام إلى النمرود وإلى كإرسال موسى عليه السلام إلى فرعون وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلى إمة الكفر من قريش وغيرهم فتكون هذه بداية الرسالة ويكون لهم بعد ذلك أقوام فالشريعة مع جميع الرسل والأنبياء وقد يكون النبي أيضا معه ما ينسخ شريعة من قبله فلا مانع من ذلك وبالتالي فهذا الأوضح إذا نقول إذا كان مرسلا أو إذا كان في تبليغه لقوم موافقين فهو النبي وإذا كان لقوم مخالفين فهو الرسول فيكون النبي حينئذ بمنزلة العالم في الأمة الواحدة يدعوهم ويعلمهم وربما يدعو المخالفين لكن لا تكون هذه الوظيفة الأساسية لذلك النبي لكنه طبعا موحى إليه ومؤيد أيضا بما أيد الله عز وجل به الأنبياء فإذا كان مبعوثا إلى المخالفين فهو رسول وإذا كان مبعوثا إلى الموافقين وكل يبلغ وهذا الراجح والله أعلم هذا الذي رجحه الشيخ الإسلام التيمين في النبوات وغيرهم نعم شيخنا كم عدد الرسل الأنبياء نعم أما عدد الرسل فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث لا يكاد بعضها يعني يسلم منقال لكن أو أسانيدها لكنها بمجموع طرقها تفيد الصحة أن الرسل هم ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا وأما الأنبياء فلم يصح في عددهم شيء لكنهم كثر والذي ورد في أنهم مائة وعشرون ألفا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم كثيرون وأكثر بكثير من الرسل ومن أمثلة ذلك أو من أدلة ذلك أن الأنبياء يكونون أتباعا لرسول واحد وفي بني إسرائيل قتل الأنبياء لا يكاد يعني يحصر لهم عدد أو يعرف لهم عدد وحتى إن بعضهم ذكروا هذا ليس مما يعتمد طبعا أنه في اليوم الواحد ربما قتل عدد من الأنبياء كانوا يقتلونهم والله أعلم كيف كانوا يقتلونهم الشهد من الكلام أنه هناك عدد كبير جدا من الأنبياء لا نعلموا لا يحصهم إلا الله عز وجل نعم شيخنا حفظكم الله ربنا تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بكونه أنه خاتم الأنبياء نعم ولم يصفوا بكونه خاتم الرسل فمن الحكمة من ذلك نعم لماذا قال وخاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين طبعا نحن فرقنا بين النبوة والرسالة لأن كل رسول من الرسل هو فيه النبوة يعني الرسول فقط يتميز على النبي بأنه كما ذكرنا نحن حتى في كل التعاريف هو الرسول متميز على النبي فكل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وبالتالي فإذا قال وخاتم النبيين فقد ختم النبوة والرسالة أما لو قال وخاتم المرسلين فاحتمل أن يأتي بعده نبي وبالتالي فيبلغ في بيان المقصود من أنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين إذا قال خاتم المرسلين فربما يأتي بعده نبي وبالتالي فقد بيّنت هذه الآية أنه لا مطمع لأحد في النبوة بعد نبينا عليه الصلاة شيخنا ما الحكمة في أن الرسالة ختمت من نبينا صلى الله عليه وسلم يعني لا زال الله يرسل الأنبياء والرسل في الناس لماذا ختمت الرسالة والنبوة في نبينا صلى الله عليه وسلم نعم هذا له جوانب من هذه الجوانب أن الله عز وجل يريد أمة من هذه الأمم تكون شاهدة على الأمم وأفضل من بقية الأمم قبلها وهذا لا يتأتى مع استمرار توفر الأنبياء لا يتأتى إلا مع انقطاع النبوة والرسالة وأن يكون في هذه الأمة أناس يجدهدون في الإيمان وتحقيق النصوص والاجدهاد في بيان الشريعة والاتفاق على هذه الشريعة وإلى آخر من هذه الصور هذه لا تتأتى مع استمرار الأنبياء هذه درجة عالية جدا الأنبياء قبل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحدهم بعد أن يموت يختلف قومه بعده وربما حرفوا وغيروا وبدلوا فيأتي النبي بعد ذلك يبين لهم الذي اختلفوا فيه وهكذا أما نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك ما سيحصل من هذا وهذه الأمة محفوظة وكتابها محفوظ والله تعالى تولى حفظه بنفسه كما ذكرنا في الكلام عن الإيمان بالكتب وبالتالي فهذه الأمة مميزة بهذا الشيء وكذلك الله عز وجل أراد تمييز هذه الأمة أيضا بنبيها عليه الصلاة والسلام فهو نبي فيه من الفضل وعلو المنزلة وعلو المكانة عند الله عز وجل ما ليس لغيره من الخلق فلابد من أن يكون له أمة كبيرة وهذا لا يتأتى عندما يكون هناك أنبياء ويكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر له أمة فتجتزئ هذه الأمة فلابد أن تكون هذه الأمة كبيرة وهذه الأمة مؤمنوها شطر أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة كما جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من أن تستمر ولكن حفظت هذه الأمة حفظ لها دينها بحفظ الله حفظ لها دينها بأن يسر الله عز وجل من انبرى لحفظ هذا الدين بحفظ الأحاريت بحفظ الأسانيد بحفظ فنون العلم من اللغة العربية ومن علوم الآلة وغير ذلك التي جميعها تنصب في حفظ هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام نعم شيخنا الأنبياء والرسل بكونهما كده بماذا يشبهون البشر نعم الأنبياء والرسل بشر من البشر فهم يحسون بما يحس به البشر ينفعلون غضبا ورضا حزنا وفرحا يجوعون ويأكلون يعطشون ويشربون يتعبون يحصل لهم شيء من الملل أحيانا يشتهون يرغبون يحبون النساء ينامون يموتون يمرضون نبي عليه الصلاة والسلام كم حصل له من الأذى وهذا لا يتأتى مثلا في الملائكة فإن الملائكة يسبحون الليلة والنهار لا يفترون ليس لهم حاجة في طعام ولا شراب ولا نساء ولا غير ذلك وبالتالي فهم لا شك أنهم فيهم شبه من البشر لكنهم يتميزون على البشر بأنهم خيرهم ففيهم صفات تميزوا بها من خلال تميز البشر ربما كانت فيهم صفات موجودة في بعض البشر لكنهم اجتمعت فيهم صفات الخير من الصدق والأمانة والعفاف والعقل والحلم إلى آخره والعلم ما ربما لم يجتمع للإنسان بالإضافة إلى نقاء القلب وطهارة السريرة وطهارة الفطرة وسلامة الاعتقاد وغير ذلك مما يعني يسر لهم ووفقوا إليه فاختارهم الله عز وجل واصطفاهم به نعم لماذا اختارهم الله من البشر لماذا لم يختارهم من أجناس أخرى من الملائكة نعم لو أن الله عز وجل اختار الأنبياء من الملائكة ستحصل مفاسد من تلك المفاسد أن الله عز وجل لا بد من أن يحتمل هؤلاء الناس أولئك الملائكة الذين يدعونهم فربما جعلهم رجالا أو صورهم بسورة رجال ثم قالوا إننا ملائكة وإننا رسل فاحتاج الناس أن يؤمنوا بكونهم رسلا ويحتاجون إلى أيضا مقدمة ثانية أن يؤمنوا بكونهم ملائكة فصارت القضية أصعب هذا الجانب هناك جانب آخر وهو جانب التأسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة طيب كيف أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت أظن أنه ملك فممكن أن أقول بعد ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله أو يقوم أكثر الليل ولكنه ليس له رغبة في النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم لكنه ما كان يأكل لأنه ملك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد لكنه ملك لكننا إذا علمنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء هم بشر من البشر يحسون بما يحس به البشر أم كاننا التأسي بهم نبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما يتيما من أبيه ثم ازداد يتمه من أمه ومن جده عبد المطن وعاش فقرا عائلا فقيرا عاش حتى راع الغنم وجاع وكان يطرد في جبال مكة في ده أبي وأمي هو أبو بكر وعمل ونصب وتعب كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه فكان بشرا كان يصوم النهار يجوع اشتد به الجوع وكان ربما جاع في بعض الأيام التي ليس فيها طعام حتى يشد على بطنه الحجر وكان عليه الصلاة والسلام يصاب كما يصاب البشر فهو عليه الصلاة والسلام في جهاده في سبيل الله وقع حتى انكسرت البيضة تهشمت على رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجهه فشج وجهه وانكسرت رباعيته وسقط صرعا عن الفرس حتى جحش جنبه مرض مرضا شديدا كان يتألم أشدا ما يتألم الناس وكان عليه الصلاة والسلام وفي دهو أبي وأمي كان يوعك كما يوعك الرجلان منا فهنا عندما أرى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيي وأريد أن أدعو الناس لا أستطيع أن أقول إنني لا أستطيع أن أدعو الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا ملكا وأنا لا بل هو بشر من البشر وأويد بما أويد به الأنبياء لكن تلك لك الدعوة أن تدعو إلى الله الجهاد أن تجاهد ولست يعني يمكنك الجهاد كما يمكنه المهم أنه يمكننا التأسي والاقتداء بالأنبياء إذا كانوا بشرا أما إذا لم يكونوا بشرا فكذلك الخطاب المباشر كذلك إقامة الحجة لا تكون قسرية إقامة الحجة بالبيان والإضاحة وإن كان قد تجتمل إقامة الحجة أحيانا على بعض الآيات لكن مع ذلك فلا يمكن التأسي بالملائكة أو بغير جنسنا أما البشر فالأمر فيهم وهم أصلا رسلون إلى البشر وإلى الجنة شيخنا الآيات والكرمات موقف هل السنة فيها ما بين غلوء أو ما بين تساهل نعم يعني موقف المسلمين بالنسبة للآيات والتي استلح عليها بعض الناس بأنها معجزات وهذه إما أن تكون للأنبياء وإما أن تكون للأولياء من بعدهم الكرامات والتي تكون حتى الذي يكون للأولياء من بعد الأنبياء فكل ولي من هؤلاء الأنبياء هو تابع من أتباع الأنبياء وكل كرامة لولي فهي آية لذلك النبي المتبوع آية على صدق ذلك النبي المتبوع فقد أهيد هذا الولي من أولياء الله بكرامة هذه الكرامة أيضا هي آية بالنسبة للنبي المتبوع لذلك الولي الأنبياء يؤيدون بالآيات المعجزات لنقول الآيات قد تكون في زمن النبوة وقد يأتي شيء منها قبل النبوة وقد يأتي شيء منها بعد موت النبي فما كان قبل نبوته بعض الناس استلح على أن تكون الإرهاصات يقولون الإرهاصات قبل النبوة بقطع النظر عيسى عليه السلام نطق في المهد فكانت هذه آية موسى عليه السلام حفظ مع أنه ألقيه في اليم وضع في هذا وألقيه في اليم فحفظ حفظه الله عز وجل وعاش في كان في من كان عدوا لهم وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قبل ما بعثه حصلت عدة أمور كلها تشير إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نظرت في الكتب التي تكلمت عن أعلام النبوة وعن دلائل النبوة وعن كذا ستجدهم تكلموا عن أشياء عن قصص حصلت منها ما حصل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما حصل عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما حصل في صغره في فطامه في رضاعه في بني سعد بن كعب في بركة في كذا المهم أنه أيد النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه بأشياء كذلك في أثناء رسالته ومبعثه كان مؤيدا بالآيات والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما بعث الله عز وجل نبيا إلا وأيده بما على مثله آمن البشر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته بعد وفاته هناك أشياء تحصل مما أخبر بها فهي أيضا آيات دالة لأنه لن يأتي بعده رسول يأتي بآيات القرآن الكريم هو آية خالدة ومعجزة خالدة والتحدي ما زال ثابتا وباقيا لا يفناء إلا أن يرفع الله عز وجل كتابه هل يجب على الأمم الأخرى اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم بلا شك وقبل أن أجيب على هذا السؤال وهذا تذكروني به هناك أيضا من الخوارق نعم ما يحصل على أيدي من ليسوا بمؤمنين لا أنبياء ولا أتباع بل ربما يكونون كفرة مثل السحرة هذا قد يدل على صدقهم هذا هو وبالتالي وكذلك على يد الدجال فهذه الأمور الخوارق هذه تسمى الاستدراج أو يسميها بعض الاستدراج فكيف يمكن التفريق بين الحق والباطل أما بالنسبة للأنبياء وإن انتهى عهد النبوة فإن النبي من الأنبياء يدعي النبوة ويؤيد عليها لكن هؤلاء أما من ادعى النبوة وليس بصادق فلم يؤيد بشيء من ذلك إلا اللهم ما سيكون من أمر الدجال فإن الدجال يدعي الربوبية ويأتي بشيء من الخوارق لكن الله عز وجل يوفق المؤمنين لأن يكشفوا من خلال رؤية أنه مكتوب عليه كافر على جبينه وكذلك المؤمن يقف بين يديه ويقول له أنت لست الله وأنت الدجال يرونه فيه العوار ويرون فيه الضعف ويرون فيه العيب ولا يصلح نفسه حتى يقول له المؤمن إنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقطعه شطرين ثم يعيده فيقول له ما ازددت فيك إلا نصيره السؤال بعد ذلك نعم شيخنا كنت أقول هل يجب على الأمم الأخرى الإيمان بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم واتباعي هديه بلا شك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل نعم رسالته كانت نسخة لجميع الرسائل قبله ومصدقة لما كان فيها من الخير والحق لكن بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لمرئ ليس لعبد أن يقول أنا بقيت متبعا لإبراهيم أنا بقيت متبعا لموسى أنا بقيت متبعا لعيسى عليه السلام لا يحل الإنسان ذاك ولا ينفعه ذلك عند الله بل لابد من اتباعه بل لو أن هؤلاء الأنبياء أنفسهم لو أن هؤلاء الأنبياء أنفسهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لما أمكنهم إلا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم راية النبوة والرسالة وينقاد له والله تعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وهذا أنا أكلم به كل مسلم أن يتنبه إلى هذه القضية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئكم الفاسقون فأي إنسان بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان نبيا أو رسولا مهما بلغ وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان مأمورا بأن يؤمن به وأن يتبعه وعليهم أخذ الميثاق وهؤلاء الأنبياء أخبروا أقوامهم أنه إذا بعث محمد ونحن أحياء نتبعه وإذا بعث بعد موتنا فاتبعوه وبالتالي يبقى من الرسل أن نؤمن بما كانوا عليه من الحق والدين وكذا أما اتباع لا يجوز اتباعه أحد بينه فكل إنسان لا يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل إنسان لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه إيمانه بمن سبق من الرسل ويقول كافرا فالكافر برسول من الرسل هو كافر بجميع الرسل نعم شيخ لنا كيف لا نفرق بينهم في الإيمان نعم لا نفرق بين أحد من رسله نعم أكثر من آية في هذا ومنها لا نفرق بين أحد من رسله الحقيقة هناك شيء نفرق وهناك شيء لا نفرق يعني مثلا لا يجوز لأحد أن يتبع الأنبياء الآن قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحدهم نعم فهذا جانب أما لا نفرق بين أحد منهم يعني أنه لا يجوز لإنسان أن يقول هذا النبي أنا لا أحبه هذا النبي أنا أكفر به فمن كفر بواحد من الأنبياء كفر بكل الأنبياء هذا الإيمان بالجميع لذلك قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله حتى الآن لاحظ التفريق حتى بين الله ورسله يعني لو أن الإنسان قال أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسل أو أؤمن بالرسل ولا أؤمن بالله إن الذين كفرون بالله ورسله ويريدون يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض لاحظ هنا أننا لا نفرق ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذ بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينة وبالتالي مثل الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض وهذا لا يعني أن كل آيات القرآن شيئا واحد ولكن هناك إيمان لا بد من أن يكون عاما لكل ما جاء في الكتاب كذلك إيمان عام لكل الرسل كذلك إيمان عام لكل أركان الإيمان فلا نفرق بين ركن من أركان الإيمان أي في التصديق الجازم الذي يستتبع العمل شيخنا هل يتفاوتون في الفضل والمكانة؟ نعم أيضا هذا من الأمور التي قلنا الجانب الآخر أن الأنبياء ليسوا في منزلة واحدة قلنا نحن أنبياء ورسل والرسل رسل أولو عزم ورسل ليسوا بأولي عزم والرسل أول عزم بعضهم فضل الله بشيء لم يفضل بها لذلك قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صريح تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فهناك من الرسل من فضل بالتكليم أن الله كلمه يعني لم يبعث إليه ملكا من الملك يعني بعث إليه الملك لا بأس لكنه أيضا كلمه من وراء حجاب فسمع الله عز وجل يكلمه فقد أوحى إليه مباشرة من وراء حجاب وهناك من الرسل من اختاره الله عز وجل واصطفاه خليلا له من ذوي الخلة فكلم موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليمه واستفى إبراهيم للخلة وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وثبت الكلام لنبينا صلى الله عليه وسلم وثبتت الخلة أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم وثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من فضله أعلاه وعظيمه فهو عليه الصلاة والسلام بلا شك هو الذي كمل الله به البناء وزين به البناء وهو الذي أتم به الأنبياء والرسل فهو سيدهم وخاتمهم وهو خليله وهو رسوله وهو كليمه عليه الصلاة والسلام وبالتالي فالأنبياء ليسوا بمنزلة واحدة بلا شك وهذا لا يعني التعصب العصبي الغضب العصبي بحيث يقول لواحد نحن أتباع محمد أفضل من موسى يقول لليهودي مثلا نحن أحق بموسى منهم لو أنهم أساءوا إلى موسى لكنا مطالبين بأن نحاسبهم عند قوة الدولة الإسلامية نحاسب اليهود إذا أساءوا إلى موسى نحاسب النصرى إذا أساءوا إلى عيسى لأننا نحن أولى بأولئك الرسل منهم فنحن أصحاب الديانة التي نحن فيها مؤمنون بجميع الرسل وعلينا حقوق لأولئك الرسل لا يدري بها هؤلاء الذين يدعون أنهم أتبعون شيخنا ذكرتم الخلة والتكليم الخلة والتكليم لموسى وإبراهيم وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للتكليم فنحن نثبت أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه ذلك النبي ويسمعه الملائكة وأن ذلك الكلام بحرف صوت كما تكلمنا في الإيمان بالكتب وأن نبينا عليه الصلاة والسلام سمع الله عز وجل حينما كلمه ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال يا ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني فلم يره أحد في حياته لكن الكلام حصل من وراء حجاب الخلة هي غاية أعظم أنواع المحبة وهذه لم تثبت لكل أحد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه لو يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله إذن أثبت أن الله عز وجل اتخذه خليلا فليس له أن يتخذ خليلا آخر لأن الخلة مع الله لا يمكن معها المشارك أبدا وهذه خلة هذه منزلة عظيمة جدا بعض الناس يقولون الخلة هذه وأولون وكذا لا الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام عليهم أفضل الصلاة والسلام خليلا وبالتالي هذه الخلة منزلة خاصة يقولون الخلة هي تخلل الحب في مشاعر وكذا هذا الكلام لا يقاس على الله عز وجل وكما لا يقال أن غضب الله عز وجل هو اشتعال جمرة كذا في القلب كذلك لا يقال هذا الكلام في المحبة الله عز وجل له حب ويحبهم ويحبونه ويتخذ الخليل الصفة تليق بجلاله لا يشابهه فيها أحد المخلقين ليس كمثله شيء هذا نفي لمشابهة المخلوقين له أو ممثلتهم وهو السميع البصير إثبات للصفات التي لا يشابهه بها خلقه نعم شيخنا هل إذا فضل الله نبيا ورسولا يلزم من ذلك أن يريحه في الدنيا هذا السؤال الحقيقة يعني مهم جدا هل إذا فضل النبي إذا فضل الرسول هذا يعني أنه سيستريح في الدنيا إذا أحب الله عبدا إذا أحبك الله فهل ستجد الراحة في الدنيا هل ستستمتع بكل شيء لا تحتاج بعد ذلك إلى الصمر لا الأمر على العكس تماما مما يتصوره الإنسان بعض الناس يقول الله يحبني أنا حصل لي كذا وكذا الله يحبني لأنني توظفت الله يحبني لأنني ربحت في هذه الصفقة الله يحبني لأنني تزوجت فلانا وكانت مرأة صالحة صادقة خلوقة جميلة كذا آخره أبدا أبدا إن محبة الله لا تستلزم الراحة في الدنيا العكس هو الصحيح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل لاحظ الفرق بينما يتصوره الناس أبدا الراحة ليست هي النبي عليه الصلاة والسلام من يوم أن أمره الله عز وجل أن يقوم للناس يدعوهم إلى الله وأمره يا أيها المدثر قم فأنذر لم يذق طعم الراحة حتى أتاه اليقين وحتى قبضه ربه سبحانه وتعالى فأدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح إلى الأمة وجاهد في سبيل الله عز وجل أشد الجهاد وأعظم الجهاد لم يذق طعم الراحة إلا ما كان من حاجة البشر واشتدت إلي حاجة البشر فأصابه المراد أصابه وصابه وبالتالي فنحن نجد أن إبراهيم عليه السلام ألقي به في النار ولكن صبر فقال الله تعالى كوني بردا وسلاما والعاقبة للمتقين يصبرون ولكن تكون لهم العاقبة هذا لا يعني أنهم لا يصابون إذلك لماذا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يثبت على الدعوة استمر على الدعوة واصبر لأن الأنبياء هم صفوة الله من خلقه فكيف لا يصبرون كيف يظن أن هذا النبي من الأنبياء عاش رغدا من حياة وبلغ ما بلغ من المنزلة عند الله عز وجل ثم بعد ذلك بلغ هذه المنزلة الأمر ليس كذلك الأنبياء والرسل لا بد من أن يذوقوا ما يذوقون من البلاء حتى يصلوا إلى تلك المنزلة وصلوا إلى تأهلوا إلى منزلة الرسالة والنبوة حين اصطفاهم الله عز وجل لها وبعثوا بها ثم تأهلوا إلى منزلة عالية 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 بعملهم وثباتهم واستمرارهم وصبرهم على ما يصيبهم صبرهم على أقوامهم لذلك نحن يعني نجد أن صبر هؤلاء الأنبياء على أقوامهم ما أصابهم منهم من استهزاء وسب وشتم وادعاء بالباطل وزعم بالباطل حتى بلغ ببعضهم أنه قاتل نبيه وبعضهم قتل نبيه فأين الراحة إذن الأمر أنه أن يستلزم الراحة أن يستلزم العكس كلما كان أفضل عند الله لأن هذه الدنيا لمحة هذه الدنيا كلها لمحة في الآخرة وما إن يبعث وإلا الأنبياء حتى إذا أصيبوا لا حتى إن بعضهم لا يحب البلاء كما يحب أحدكم الرخاء ما أصابهم من البلاء واللأواء والضراء إلى آخره هذا لا يضيرهم أبدا بل إنهم قد يتلذذون وربما يعني أعتذر عن هذا الإصطلاح بما يصيبهم من قدر الله عز وجل لعلمهم بأن هذا من قدر الله فإصبرون ويحتسبون نعم شيخنا بارك الله فيك ما الفوائد المسلاكية والثمار من الإيمان بالأنبياء والرسل نعم أولا إذا كانت أول دعوة الرسل التوحيد أن تكون هي مهمتي الأولى نعم لابد من أن أبدأ بهدائهم الاقتداء الاقتداء بهم لابد من أن أن يعلم الإنسان يعني بعض الناس يقول أنا على حق من الذي سيغضب مني أنا أقول كلمة الحق لماذا يغضبون لا كلمة الحق هي التي تغضب كان الأنبياء يقولون الحق فربما قتلوا عليها وربما عودوا وربما أقصوا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطرد في جبال مكة هو أبو بكر لماذا لأنه قال كلمة الحق لأنه كان يدعو إلى الحق ما قبلوا منه الحق الحق له أعداء والحق ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيل فلذلك اعلم أنه إن عاداك الناس على كلمة الحق فلا تتعجب ولا تستهجن بل عليك أن تبدأ الناس بما تستطيع معه أن توصل إليهم من الحكمة والرفق بالناس والليل لعلهم أن يقبلوا بذلك الحق وإلا فلا تتعجب هذا الأمر لا يتعجب منهم سير هؤلاء الأنبياء الإيمان بها عندما كنا في شرح السيرة مع إخواننا كم واحد جاءني وقال أنا ما تغير ما تغير حالي في بيتي مع أهلي وأولادي إلا بعدما سمعت السيرة النموية وكلما سمعت شيئا آخر وشيئا جديدا تأثرت في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ووفائه في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أمته الجنة هذه نعمة عظيمة جدا أن إمكان تأسيب الأنبياء عندما نتعلم الإيمان بالرسل ونفهم هذا القضية نفهم أننا يمكننا تأسيب الأنبياء لا يستطيع أحد يقول أنه لا أستطيع تأسيب الأنبياء بل يمكن كذلك أن يصبر الإنسان على البلاء لأنه يعلم أن العاقبة المتقين كما أن الأنبياء صبروا على البلاء وكلما كنت على البلاء أصبر وعلى الدعوة أصبر وعلى الطاعة أصبر وعن المعصية أصبر وعلى أقدار الله عز وجل أصبر وأنت مقتدن بهم كنت إليهم أقرب وعلى طريقهم أسد وأتبع وبالتالي تسير على ما ساروا عليه وتصلوا إلى ما وصلوا إليه ساعة رحمة الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله انظر هذه لماذا الله عز وجل له الحق وهو الملك سبحانه وتعالى متصر بكل شيء لما لم يعذب الناس إذا كانوا كفاراً من غير أن يبعث إليهم أنبياء لأنه سبحانه وتعالى واسع الرحمة واسع المغفرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وهو سبحانه وتعالى أحب إليه العذر من كل أحد والنبي عليه الصلاة والسلام الذي صبر يختلف عن صبر غيره يحتاج إلى زيادة حباً منه أو يستحق حباً زائداً منه النبي عليه الصلاة والسلام عند الإيمان به وعلمنا بأنه ضحى كثيراً من أجل هذه الدعوة نحمي هذه الدعوة وأن نستمر في طريق هذه الدعوة وهذا الرجل الذي يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصلي أليس كان من آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام فحب نبينا عليه الصلاة والسلام وحفاظه علينا وحرصه علينا كم تعب كم كد كم أصابه ما أصابه كم هاجر من بلاده التي أحبه فعل وفعل وفعل كل ذلك من أجل ماذا حماية هذه الدعوة التي وصلت إلينا ثم نحن نفرط فيها نفرط في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ضحى بأشياء كان له دعوة مستجابة فادخرها شفاعة لأمته يوم القيام فهذا يزيد في حبنا لرسولنا عليه الصلاة والسلام وحبنا له سبب في اتباعه واتباعنا دليل على حبه عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم أزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم وبارك الله الجميع وإن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله مع شيخنا عبد الله الموصلي حفظه الله تعالى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن تكون تأثرت بالله الله المستهد نحذ القلمي يضطر إلى أن أخذه الآن خشية أن شيخنا لو تقعدوا أنا متجرب هذا هناك شكرا